بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى عشر في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم طلابي حبايبي شكرا لجهودكم الماضية في فصل الدراسي الأول بذلنا جهد كبير وجهد مضاعف وأثبتتم شعارنا أنتم قدها فعليا أنتم قدها بدنا نتكلم نحن الآن ونعمل خطة لبداية الفصل الدراسي الثاني التكامل والإحصاء فلازم نرتب أمورنا دائما نمشي أنا وأنتم على بينا وعلى نور فلذلك لازم نخطط وانتكتكوا الأمور وبعدين شأن نحصد أنا وأنتم بإذن الله النتائج اللي نحن عطينها وراسمينها من البداية وهي إن شاء الله العلامة الكاملة والقمة اللي أنا وأنت نطمح أن نكون موجودين دائما وأبدا عليها لأن هذا هو مكان الطبيعي بسم الله بسم الله لا راح أتكلم أنا وياكو على خطة شهر واحد مادة الرياضية الأدبي دائما اصنع مجدك بيديك فأنه لن يصنع مجدك إلا أنت ودائما نقول من كانت بدايته محرقة فنهايته بإذن الله مشرقة لأن هذه هي لحظة البداية وانطلاقة الفصل الدراسي بإذن الله الثاني إحنا الآن راجعنا فصل أول اتمكننا من الفصل الدراسي الأول وبدنا نفوت بإذن الله مباشرة في مادة الفصل الدراسي الثاني وفي الوحدة الأولى هي التكامل وتطبيقاته ونشوف شو خطتنا لشهر واحد دعا الآن بدنا نتفك على خلاف الفصل الدراسي الماضي ورح نصير ننزل أيام التنزيل سبت ثلاثاء بناءً على الخطة ممكن نشوف بالأسبوع في الحصدين يوم السبت ويوم إيش والثلاثاء ممكن ينزل عندنا في يوم واحد حسب شو الخطة الأنوية بالتفقين عليها بس الأيام اللي ستنزل فيها المادة هو أيام السبت والثلاثاء بإذن واحد أحد تمام الآن طلابي بإذن الله السبت هذا بخمسة عشر واحد رح أنزل لكم على البطاقة امتحان الفصل الدراسي الأول وهو الوزاري التكميلي حتى الآن أنت تختبر معلوماتك وتختبر نفسك وشو عندك نقاط ضعف يتعالجها وإذا كنت أمورك تمام وتكون بالسليم ونشوف شو في عنا أفكار ممكن الوزارة تجيبها إن شاء الله خلال نهاية العام إذن إحنا اتفقنا أيام التنزيل ستكون السبت والثلاثاء السبت هذا بإذن الله أولا رح أنزل لكم امتحان التكميلي بس أنا بتمنى في البداية أنك أنت تحلوا لحالك وتقيم مستواك وتراجع وتشوف شو الأخطاء الأخطاء فيها هل هي أخطاء هبلة إسابية أم أخطاء عدم فيهم على سبيل المثال كانت عندي مشكلة في قاتل سلسلة بروح بعيد قاتل سلسلة عندي مشكلة بالقيم القصوى بعيد القيم القصوى عندي مشكلة بالتطبيقات الاقتصادية بعيد التطبيقات الاقتصادية هيك بتكون مراجعتي أسهل وحاصر مشاكلي وياريت تسجل على نوت يعني دفتر ملاحظات مش حكيتها صح ولا لأ على دفتر إيش ملاحظات عشان هاي الظل بين فترة وثانية تعمل عليه تشيك أب وتشيك أمورك والظل هاي المشكلة لآخر السنة عشان نظل نعالجها أول بأول وننتهي منها عشان نفوت بإذن الله بقوة على الامتحان الوزاني الآن بشهر واحد راح أكتفي بالدرس الأول يعني أنا وصد خالد مشهور بكثرة الفيديوهات لأنني أحب أنك تتمكن وتكون عارف جميع الأفكار ما تشوف مستقبلاً عند أي زميل إلك إيش أنت مش بيأخذوه لازم تكون متمكن وعلى درجة عالية من الدقة والإتقان ونشوف مع بعض الشيء نسوي التكامل غير المحدود وقواعده راح نقسمه كدرس واحد إذا اتمكنت أنا يا أستاذ بالنسبة إلي إذا اتمكنت من الدرس الأول إنت بإذن الله اتمكنت من مادة الفصل الدراسي الثاني التكامل وتطبيقاته يعني أنت أمنت نص علامة الفصل الدراسي افتعني هو أهم درس الدرس مين رقم واحد وهو التكامل وتطبيقاته نمسكه صح تستعجلش تختم قد ما أقولك اتمكن تشرب هذا الدرس مية بالمية عشان تفوت بقوة وتكون متمكن للدروس البعدة يعني شو ما حكيت لك فيما بعد من الدروس على وحدة التكامل تكون الأمور دروس سهلة جداً لأنك متمكن من الدرس مين الأول احنا أستاذ العزيز انطلقنا بثمانية كانت انطلقنا بثمانية واحد تمام؟ نزلت لكم أنا مجموعة فيديوهات كانت مفهوم التكامل غير المحدود تمام؟ والقواعد واحد ثلاث أربع والتزم منكم نسبة كبيرة جداً في بعث الواجبات للأستاذ خالد وتصحيح هذه الواجبات أكيد رجب معاكم أول بأول فالواجبات ضرورية جداً عشان انت تقيم حالك في كل فيديو والنقاط الخلم عشان تراجحها ونقاط القوة عشان احنا نعززها بإذن الله تمام؟ إذن احنا نزل عندنا بتاريخ ثمانية واحد مفهوم التكامل غير المحدود وقواعده هي القاعدة واحد ثلاث ثلاث ان شاء الله الأسبوع القادم رح ينزل لكم أكشنا مع العزازم وقاعدة الجمع والطلح عادي مرة ثانية رح ينزل السبت بإذن الله أو الثلاثاء أكشنا مع العزازم وقاعدة الجمع والطلح نتمكن طبعاً أكشنا مع العزازم ممكن نتبرها زي قاعدة رقم خمسة شو مع الأكشنا مع العزازم اللي هي تكامل الاقترانات المثلثية الجيب والجتاء والقاطع تربيع قاعدة الجمع والطلح هي تعتبر تعتبر مراجعة لكل قواعد واحد ثلاث أربعة مع الأكشن اللي بعده رح ينزل مباشرة تكامل الضرب والقسمة أبما يسميها الكسور حسب التسمية المناسبة ثمتين صحيحات هنأخذ بعد هيك تكامل الضرب وتكامل القسمة قصة الأول كان فيه عندنا مشتقت الضرب سمنا أربعة أكواس مشتقته الكسور كان ثابت اقتران اقتران على ثابت اقتران على اقتران لأهم فيه ملاحظات جديدة عشان تتميز كيف تتعامل مع تكامل الضرب وتكامل القسمة بعدما نفت على درس تطبيقات مش درس جزء البعض تطبيقات شو هي التطبيقات ان شاء الله راح تشوفها بحينة وبعدين نختم الدرس الأول بما يسمى العلاقة بين التكامل والاشتقاق في بعض معلمين بيبلش بالعلاقة بين التكامل والاشتقاق وهذا راح تشوفوا طبعا أول فرع وزاري ان شاء الله في مادة الفصل الدراسي الثالث يعني خلصنا هيك بيكون الفصل وين الفصل خلصاش فصل خلصنا الدرس الأول اللي بعتبره احنا أنجزنا فيه نص الوحدة الأولى بالمنهاج يعني هذا مهم لازم تتمكن منه نص المادة بالعرب يعني مكنت منه إذا انت الآن راح تنطلق الدرس الثاني والثالث زي نوع من المراجعة هذا هو الأهم هذا مهم جدا إياك ثم إياك تطلع انت مش متمكن من هذا الدرس أنهينا الدرس الأول طيب شو مطلب منك آه أنا قدردك يا أستاذ دائما ان شاء الله بعد كل درس مباشرة في عندك فرقة عمل عشان انت تختبر قدراتك وتشوف وين قوتك وين ضعفك خلصنا وقت العمل مطالب زي الأسد تمسك دوسية السلامات السابقة المتعلقة بالأستاذ خالد العزازمة وأغلبك وصلت مع الباكيجات تبدأ تحل كل الأسئلة المتعلقة على الدرس رقم واحد طب خلصت الآن من أن نشوف نماط جديد بحل جميع أسئلة اكتب هاي خطدنا لشهر واحد بالنسبة لما تتفاصل الدراسي الثاني دائما بقولك تبع معي وأنا المسؤول عنها تشتاك تبع معي وأكيد براهن على علامتك ما بتسمع كلامي تحمل التشتاك صد خالد خبرة في تدريس المادة الرياضيات للعلم والأدبي وكافة الفروح بس أنا معاك هنا على موقع وتد الفرع الأدبي والفندقي وإلي الفخر والشرف إني بدرس نوعية راقية جدا من طلاب المملكة فلذلك بدك تتبع معي أنا شرحت لك المادة بناء على خبرتي في التصحيح خلال أكثر من 20 سنة مصحح لمادة الرياضيات التوجيهي علمي وأدبي وعرفين كيف بوزع العلامات وين بخصبه وكيف آلية توزيع العلامات وكيف ممكن الطالب يكسب أكبر عدد ممكن من العلامات ونبهتك خلال شرحي كيف تتعامل مع الأسئلة كحل وكضع الدائرة وهذا عشان نكسب أكبر عدد ممكن العلامات وليش أكبر هدف ننجيب إن شاء الله إلى العلامة الكاملة ودائما منقول إن شاء الله أنت مع العزازمة بأمان ويعطيك العافية في خطة شهرية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة